أهلا بكم في أول تواصل بين رئيس الجمهورية وحزب الله في مرحلة رفض التمديد والتجديد أبلغ رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الرئيس ميشيل سليمان نصيحة الحزب بعدم تأليف حكومة أمر واقع وبحسب مصادر مقربة إلى حزب الله فإن الحاج أبو حسن لم يستعمل لغة قطع الأيدي بل مرر الرفض على هدى لكنه استشف من سليمان ذهابه إلى حكومة من هذا النوع لأنه ليسلم البلاد للفراغ لسيما بعدما ضاقت الخيارات ووفقا لصحيفة النهار فإن رئيس الجمهورية سوف يكشف عن موقف مهم في التاسع والعشرين من الجاري أمام وسائل الإعلام في قصر بعبدة وفي استطلاع للأجواء بين بعبدة وضاحية فإن حزب الله يبقي على صلة الوصل مفتوحة مع رئيس الجمهورية وأن رعد هو الخيط الذي ما زال يغزل هذه العلاقة وقد زاره أربع مرات على امتداد فترة الأزمة وقد يصل الطرفان إلى تفاهم على الخيارات واستيعاب ضروراتها في المتابعات المحلية فتح بيت الوسط على أزمة طرابلس وورطة وعود المستقبل أهل المدينة بالمشاريع الإنمائية ففي خلال استعمال المدينة ببيان سمي إعلان طرابلس الضارب سياسيا كان لابد من رشة وعود تدغدغ خواطر أهل الشمال لكنه عندما ذاب المرج السياسي بان المرج الإنمائي واستدرك المستقبل أن اليدا قصيرة وأن الوفاء بالمشاريع يشبه وعودا مماثلة سبق أن أدرجت في البرامج الانتخابية لعكار وطرابلس وتبعا لأولويات المستقبل فالمحكمة أولا تمويلها توفر عبر ديوان المحاسبة اليوم بتوقيع القاضي عون رمضان أي أن الرئيس نبيه بري وللعام الثاني على التوالي يكون المسبب الذي سخره الله لخدمة المحتاجين في المحاكم الدولية سواء في السابق عبر الهيئة العليا للإغاثة أو اليوم عبر ديوانه المحاسب وربطا بجلسات المحكمة علمت الجديد أن الرئيس سعد الحريري سوف يحضر افتتاح الجلسات في السادس عشر والسابع عشر من شهر كانون الثاني يناير المقبل ترجمة نانسي قنقر